اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض النهاردة وحدة مربعة هنتعلم ازاي نشبكها لشان نعمل مفرش كبير طريقتها سهلة وبسيطة هنستخدم خيط الصيوت وهستخدم مع الخيط ده إبراس تلس مقسة 2 هنبتدي نشتغل مع بعض هامل عقدة البداية بعد ما اشتغلت وقدت البداية هشتغل تمانية سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هروح عند اول غرزة سلسلة اشتغلتها هقفل فيها بغرزة منزلقة كون معي حلقة بالشكل ده كده هرتفع غرزة سلسلة هشتغل جوه الحلقة دي 15 غرزة حشو السلسلة دي هاتبارها ارتفاع مش هاتبارها حاجة هشتغل جوه الحلقة دي 15 حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هكمل 15 وهرجع لكو دي اشتغلت 15 غرزة حشو انا عندي سلسلة الارتفاع اللي كنت ارتفعتها هسيبها مش هقفل فيها وهروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها وهشتغل فيها غرزة منزلقة هنتقل الراوند اللي بعد كده وهرتفع اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هلف الخيط مرتين على الابرة وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه الاربعة سلسلة هدخل واشتغل فيه غرزة عمود باثنين لفة مش كاملة بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من كمان حلقتين وهسيب حلقتين على الابرة هلف الخيط مرتين على الابرة وفي نفس المكان هدخل واشتغل غرزة عمود بلفة مش كاملة هلف الخيط واطلع من حلقتين وهلف الخيط واطلع من حلقتين يتبقى معي تلات حلقات هلف الخيط وبطلع من تلات حلقات مع بعض هشتغل حداشر غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر هلف الخيط مرتين على الابرة وهسيب غرزة هنزل تحت عند الغرز هسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة هلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من كمان حلقتين وهسيب حلقتين على الابرة كمان مرة هلف الخيط مرتين على الابرة وفي نفس المكان هشتغل غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة هلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلفه وبطلع من كمان حلقتين هسيب تلات حلقات على الابرة هلف الخيط كمان مرتين على الابرة وفي نفس المكان هشتغل كمان غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة بلفه وبطلع من حلقتين وبلفه وبطلع من كمان حلقتين هيتبقى معي اربع حلقات على الابرة هلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط مرتين على الابرة وهكرر اللي انا اشتغلته ان انا هسيب غرزة وهروح للغرزة اللي بعدها على طول وهشتغل فيها تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كمان مرة نفس المكان وباشتغل اخر غرزة عمود باتنين لفة بقى اربع حلقات على الابرة هلف الخيط واطلع من الاربع حلقات مع بعض فهتكون معي بالشكل ده كده مرة هشتغل حدوشر سلسلة ومرة هشتغل خمسة انا اشتغلت هنا حدوشر اشتغلت خمسة هشتغل هنرتفع حدوشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر وهلف الخيط مرتين على الابرة وهسيب غرزة واروح للغرزة اللي بعديها وباشتغل تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده اول واحد بلف الخيط مرتين تاني على الابرة وبادخل في نفس المكان وباشتغل غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده تاني عمود كمان هلف الخيط مرتين على الابرة وبادخل في نفس المكان وباشتغل غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده تالت عمود بقى معي اربع حلقات على الابرة بلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض كده اشتغلت حدوشر هشتغل في المرة دي خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط مرتين على الابرة وهسيب غرزة وهروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده اول عمود كده اتنين كده تلاتة وهلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض كده اشتغلت هشتغل المرة دي حدوشر سلسلة واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر هلف الخيط مرتين على الابرة وهسيب غرزة وهروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده اول عمود كده اتنين كده تلاتة عمود هلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض كده انا عملت تلات زوايا للمربع كده اول زوايا اللي هي احدوشر سلسلة وديه التانية وديه التالتة المرة دي هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط مرتين على الابرة واسيب غرزة وهروح للغرزة اللي بعديها وباشتغل فيها تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده اول عمود كده التاني كده التالت بيتبقى اربع حلقات على الابرة بلفه بطلع من الاربع حلقات مع بعض يبقى كده دي زاوية هي احدوشر سلسلة وبينهم خمسة سلسلة زاوية برضو يبقى كل زاويتين مربع بينهم زاوية خمسة سلسلة كده هنشتغل اخر زاوية مع بعض وهشتغل حدوشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر هلف الخيط مرتين على الابرة واسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها وبشتغل تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده واحد كده اتنين كده تلاتة هلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض دي كده اخر زاوية احدوشر سلسلة هنشتغل بقى زاوية خمسة سلسلة بين الزاوية دي والزاوية الاولانية اللي احنا اشتغلناها فهاشتغل خمسة سلسلة واروح هنا عند الروز بتاعت اول غرزة اشتغلتها اللي هي الغرزة المجمعة هاجي هنا واقفل بغرزة منزالكو وهرتفع وبقص الخيط فهتكون معي بالشكل ده كده واحدة طريقتها سهلة وبسيطة هنتعلمت دلوقتي نشبهكم في بعض ازاي عشان تبقى مفرش كبير هرتفع دلوقتي بقصيط الخيط جبت قبلة التنظيف اهي هدخل الخيوط في الشغل من ورا وهرجعلكو تاني اقولكو هنشبهكم ازاي في بعض دلوقتي هنشبه في بعض اشتغلت واحدة زيها بالزبط قصدي اشتغلت الراوين الاولاني لان انا عملت وقدة البداية وبعد كده اشتغلت تمانية سلسلة وقفلت بمنزلكة في اول غرزة سلسلة اشتغلتها وعملت 15 حشو نفس الراوين دل الاول اللي اشتغلته هنا بالزبط فدلوقتي هنبتدي مع بعض هرتفع اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هشتغل بالزبط لنفس اللي اشتغلته في اول حاجة ان انا هلف الخيوط مرتين على الابرة وفي نفس المكان هدخل واشتغل اثنين غرزة عمود بلفها مش كاملة بلفه وبطلع من حلقتين تاني بلف الخيوط مرتين على الابرة وبدخل في نفس المكان وبشتغل غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة هلفه وبطلع من تلات حلقات مع بعض انا هنا كنت اشتغلت 11 سلسلة فانا هنا هشتغل ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ويجي هنا عند اي فراغ من 11 سلسلة هسحب الابرة من الستة سلسلة اللي انا اشتغلتهم وهدخل في اي فراغ من 11 سلسلة بالشكل ده كده وهسحب الخيط يعني انا بجيب الوحدة اللي انا اشتغلتها الكاملة وبدخل في الفراغ وبسحب الخيط انا اشتغلت ستة ناقص خمسة عشان يبقى 11 هرتفع كمان خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهلف الخيط مرتين على الابرة هلف الخيط مرتين على الابرة بعد ما اشتغلت الخمسة سلسلة هنا هروح بقى في الغرزة اللي بعديها هسيب غرزة واروح في الغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده واحد هلف الخيط مرتين واشتغل في نفس المكان كمان واحد كده اتنين وهلف الخيط مرتين على الابرة واشتغل في نفس المكان غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة تبقى اربع حلقات هلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض المفروض أنا كنت بشتغل خمسة سلسلة فهاشتغل تلاتة سلسلة وعندي هنا فراغ الخمسة سلسلة اللي كنت بشتغله في الوحدة الأساسية اللي معي هدخل فيه فراغ الخمسة سلسلة واسحب التلاتة سلسلة اللي أنا اشتغلتهم هشتغل اتنين سلسلة واحد اتنين وهكمل شغل ان انا بلف الخيط مرتين على الابرة وبسيب غرزة وبادخل في الغرزة اللي بعديها وباشتغل فيها تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده واحد هلف الخيط مرتين كمان على الابرة وفي نفس المكان هشتغل كمان غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده اتنين وفي نفس المكان هدخل اخر غرزة عمود باتنين لفة اتبقى اربع حلقات هلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض هشتغل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هسحب الابرة كده عندي هنا فراغ الحدوشر سلسلة هدخل تحت فيه من جواه كده هسحب الخيط اللي انا اشتغلت منه ستة سلسلة وهشتغل خمسة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط مارتين على الابرة واكمل شغل عادي هنا انا بسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة منبقى اربع حلقات بلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض يبقى انا كده شبكت بقى هون هكمل شغل عادي ان انا هنا كده ارتفعت حدوشر سلسلة يبقى هنا هرتفع خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط مارتين على الابرة وبسيب غرزة وبدخل في الغرزة اللي بعديها وبشتغل تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده اتنين كده تلاتة وبلف وبطلع من الاربع حلقات هنا اشتغلتها خمسة هشتغل دلوقتي حدوشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر هلف الخيط مارتين على الابرة وبسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة وبلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض وبكمل شغل زي ما انا اشتغلت في المربع دي لنهية الدور كده انا اصلا اشتغلتها خلاص فهكمل انا كده عملت كم زاوية اول زاوية بينهم خمسة سلسلة الزاوية التانية الزاوية التالتة فانا فاضلي هنا ان انا هشتغل زاوية خمسة فلسلة زي دي وكمان هشتغل زاوية 11 سلسلة وباشتغل خمسة سلسلة وبقفل بمونزولكة في الرو دي زي ما اشتغلت الوحدة دي بالظبط انما انا بشبك هنا في تلاتة وحدات وبفضل بشبك بقى بنفس الطريقة حد ما وصل لحجم المفرش اللي انا عاوز اي ممكن الوحدة دي تبقى مفرش صفرة او مفرش للصالون طريقتها جميلة وسهلة لو عجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر